ايوة الاحبة يا ايوة الابطال احييكم جميعا احيي ذكرى الرئيس الشهيد رفير حريري فروحه حاضرة وان غاب بالجسد فله ولكل شهداء لبنان الوفاء والاصرار على المضي في مسيرة النضال التي ساروا عليها والسشهدوا في سبيلها لقد احب رفير حريري لبنان كل لبنان احب شباب لبنان وكم منكم الآن هنا استفاد من خير رفير حريري في التربية والتحصيل والمنح الدراسية احب عاصمة لبنان احب عاصمة لبنان وهي بيروت شهد على ذلك وجعل منها لؤلؤة وجعل منها من اجمل مدن الشرق البحر الابيض المتوسط احب كل مناطق لبنان وعم الانماء والعمران فيها رفع راية لبنان عالية في كل اقتر العالم دافع عن قضيته في المحافر الدولية فكانت النتيجة تضام العالم معنا في محنتنا ودعمه لنا في استعادة سيادتنا واستقلالنا واقرار المحكمة الدولية لمحاكمة قتلت رفير حريري وكل شهداء صورة الارز ونحن في الكتائب نعرف تماما معنى الشهادة والاستشهاد لم يكن اغتيال الرئيس رفير حريري يستهدف شخصه فحسب بل كان القصد منه اولا ضرب وحدة لبنان فلنتذكر اللقاء الاول الذي جمعنا مسلمين ومسيحيين في فندق لبريستول في قلب بيروت العاصمة قبل اشهر قليلة من السشهاده لنعلن معا بصوت واحد تمسكنا بلبنان الواحد الموحد الحر السيد والمستقل اعتبر هذا اللقاء النداء السيادي الجامع الاول من اجل الحرية والكرامة وكان هذا اللقاء هو التحدي الكبير فجاءه اغتيال الرئيس الحريري ليشكل الجواب على هذا التحدي تبيعه الزلزال الكبير الذي هزت ضمائر في الرابع عشر من شباط الفين وخمسيه وبعده الانتفاضة الشعبية العفوية من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال ظنوا ظنوا ان تغيبه سيمر كمن سبقه على درب الشهادة ولم يحسبوا حسابا لتلك المشاعر الجياشة التي اطلقتموها انتم انتم اطلقتموها انتم المحتشدون مجددا هنا اليوم ووصلت اصداؤها الى اقصى الدنيا انتفاضاتكم الوطنية غيرت مصار الاحداث اللبنانية واججت شعلة النضال وازهرت ان ارادة الشعب اللبناني الكبيرة كبيرة من اجل استقلال والكرامة فتحول اجتماع القيادات اللبنانية في اربعطاش ادار الفين وخمسي وفي اربعطاش اشباط من كل عام الى بحر بشري ثائر في ساحة الشهداء وكل الساحات يصرخ ويقول نعم للبنان نعم للحرية ولا حياة لنا الا بالعزة والكرامة والعنفوان وها نحن اليوم هنا لنؤكد مرة جديدة معكم وباسمكم ان هذه الشعلة لم تنطفئ ولن تنطفئ مهما تغيرت الظروف ومهما عظمت التضحيات والتحديات فتحية لكم ايها الحاضرون هنا في ساحة الشهداء ساحة الحرية وفي كل مكان تحية لنضالكم وايمانكم المستمر بلبنان واننا على العهد باقون وسنكبل المسيرة معا وسننتصر معا ايها الحباء اننا ندرك حجم التساؤلات التي تدور في بالكم وبال جميع اللبنانيون وهي تساؤلات مشروعة وما حضورنا هنا اليوم الا للتأكيد على ثبات مسيرتنا الوطنية وعلى التوابط والمقدسات واي متغيرات محلية او اقليمية لا تغير لحظة في مسارنا الوطني او في عزيمتنا للمضي في بناء الدولة القوية العادلة وتعزيز الاستقلال وانجاز السيادة اننا نسمع تساؤلاتكم ونشعر بهواجسكم ولابد من خلق دينميكية جديدة تعيد الثقة والايمان الى النفوس القلقة وتزقم حركتنا النضالية من اجل لبنان ما تخافوا ما تخافوا فان ارادة الشعب هي دائما الاقوى هكذا علمنا التاريخ هكذا علمنا تاريخ لبنان بالذات بالامس القريب انتصرت ارادة الشعب ارادتكم انتم على الظلم والاستبداد فكان السمن غاليا بالتأكيد ولكن لا حرية ولا كرامة من دون ثمن سنظل نطالب بالسيادة ونعمل من اجل انجازها فالسيادة عندنا ليست مجرد كلمة او شعار فنحن ندرك تماما معناها ونقدر مستلزماتها السيادة الوطنية هي ان يكون لبنان باسره والعشر تلاف اربعمية وخمسين كيلومتر مربع بالكامل بعهدة السلطة الشرعية المنتخبة ديمقراطيا وان لا يكون على ارض لبنان اي سلاح غير سلاح الشرعية اللبنانية تحت اي دريعة